بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم باذن الله هنشرح اه مشروع الفيرفايتر الروبوت الاول وهنبدأ الاول المشروع بيقدم ايه هو اه اه روبوت ادفاع حريق بيبدأ انه هو لما يشوف نار يعدل نفسه في الاتجاه المزبوط على النار وبعد كده يبدأ انه هو يطفي النار وآآ بيتحرك طبعا زي ما هنشوف آآ في الفيديو ان شاء الله بعد كده هنشوف بتاعتنا اللي احنا مستخدمينها عندنا اردوين اونو وهو العقل بتاعنا وعندنا آآ ليثيوم ايون باتريز دل اللي هي بتاعنا في المشروع وعندنا بعدها الموتور درايفر وده اللي هو الجزء الاساسي اللي بيحرك الموتير بتاعتنا واللي بنديله الاوامر من العقل اللي هو اللي واخد الكود بتاع البرمجة وهو بعد كده عندنا الموتير نفسها وهي من نوع بعد كده عندنا الفليم سنسورز ودي اللي هي بتاخد قراءات من خلال رؤيتها للنار وبتديها للاردوين واحنا طبعا بنوفق كل ده من خلال الكود وعندنا الووتربامب وده اللي هو اللي بيطلع المية وده فيه سلك موجب وسالب بس فبالتالي بنحتاج له كومبونت تتركب فيه بحيس ان احنا نتحكم فيه من خلال البرمجة اللي هو ناخد منه سلك اشارة فبنركبه في حاجة اسمها وهو بتاعنا ده بناخد منه اشارة زي ما احنا شايفين فيه في الاوتبوت تلاتة تلاتة بينز واحدة موجة واحدة سالب واحدة الاشارة اللي بتترك في الاردوينو بعد كده عندنا وده بيشتغل بجهد اقل شوية من اللي بيطلع من الاردوينو وهو تلاتة وتلاتة من عشرة لاربعة واربعة من عشرة مع العلم ان اللي بيطلع من الاردوينو خمسة فولت فبالتالي احنا بنستخدم له حاجة اسمها الكونفيرتر وهو اللي بيقلل الفولت بتاعنا وبالمرة احنا طبعا كنا واحنا بنستخدمه ناسينا نزبط الاوتبوت فولتج بتاعي الباك كونفيرتر فبالتالي طلع علينا فولت عالي مش فولت قليل فاتحرق مننا ولكن ده للاعلام يعني وان احنا نخلي نستخدم بالها وبعد كده عندنا ده سيرفو موتور ده اللي بتحط عليه الخرطون بتاع اللي بيرسه مية وده اللي بيتحرك في زوايا معينة لقدام يعني من قدام بحيث ان هو يغطي اكبر مساحة ممكنة من اطفاء النار بعد كده عندنا البازر وده كاكستنشن بيضيف اكشن لما يشوف نار بحيث ان هو ايه زيادة للاعلام ان فيه نار اا او الروبوت شاف نار بعد كده عندنا السيركيط دياجرام ودي اللي هي اا التركيب بتاعنا طبعا مش هنشرح التركيب ولكن هو ظاهر كل حاجة اا متركيبة صح ما العلم بس ان هنا اا الشيء اللي طاير ده واللي طاير ده وبرضو هنا على يمين اللي طاير ده زي ما انا الشرط هو اا متركبين ببعض من خلال ولكن طبعا انا هنا عشان ما اخدش الخطوط وبوصل شكل الدايجرام فانا مطايرهم كده بحيث اا اا تبقى فاهم او اللي يشوف فاهم ان دول بتوصلوا ببعض ودول اللي هما الموجب والسالب بتاع الدايرة كلها بعد كده عندنا جزء البروجرامنج وده متقسم لتالت اجزاء اساسيين جزء اا التعريف هو تعريف والفانشنز وجزء اا خاص بالسيتاب وطبعا لو انت بتتعامل مع الاردوينا وتبقى عارف يعني ايه السيتاب وجزء خاص باللوب وهو الاكشن اللي بحصل لما اخو القراءة من كزا الف يمين ولما اخو القراءة من كزا الف شمال والاكشنز اللي بتحصل كلها طبعا ده باختصار شديد والكود مشروح على قناتنا بالتفصيل في نص ساعة كاملة لو حد كان مهتم بمعرفة شرح الكود بعد كده عندنا كود يعني ده حاجة كنا كنا عاملينها كحل مشكلة لمشكلة انها خامتها مش كويسة شوية ولكن طبعا ده مش مهمة قوي ان احنا نعرضه يعني فهو دم حضرتك برضو ولو حد طلب اي شرح اا لاي حاجة من دي موجود ان شاء الله تمام وعندنا برضو كود السيمتوم وميه الا ولكن حطنا الواحد ولان طبعا زي ما قلت لحضراتكم ان هو اا اتحرق اا مننا بالااا غصب بعد كده طبعا ده اوبشن اا مش لازم نتطرق له اا وطبعا بعد كده الفيديو بتاعنا ان شاء الله وهو اا اسامي تيم ميمبرز اند الفيديو بتاعنا بتاع المشروع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة